مرحبا يا ربما ورحمة الله في القناة في هذه القناة سنحاول نعرف ما هم العقوبات التي ستعرض عليهم الشركة في حالة أنها مقامة بالتصريح في الدكتور والدريد والمقامة بأداء الغرامات اللازمة يعني الغرامات المالية التي تتحدث فيها في حالة عدم التصريح وعدم أداء الغرامات المالية يعاقب عن عدم تقديم التصريح المنشرعي في المادة 184 يعني اللي كنا دعا شفنا في الفيديو اللي فات يعني عن تأخر في الإدلاء به وبمرفقاته وكذا عن عدم أداء الغرامات المالية المستحقة أو التأخر في أدائها يعني أنه العقوب تكون سواء في حالة عدم تقديم تصريح؟ يعني أنك مادر شيش لهذه اللازمة أو عدم أداء الغرامات المالية المستحقة أو التأخر في أدائها يعني أنه مثلاً واحد يوكلين تعطيح بك ففي هذه الحالة هذه ستفرض عليك أن تكون الغرامة مالية التي تجدك أن تعطيها للدولة يعني عن عدم أداء الغرامة المالية المستحقة أو التأخر في أدائها بالجزاءات التالية النظر أيضاً من المعارضة هذه الجزاءات. 5 ألف درهم إذا كانت خدافة هذه الشركة يعني خدافة أوخ تاكس كبر من جوش المليون الدرهم و يساوي أو صغر من عشرة المليون الدرهم. في حالة هذه الجزاءات العقوبة ستكون هو أنه خاصتك تخلص 5 ألف درهم. 12 ألف درهم إذا كانت خدافة كبر من عشرة المليون الدرهم و صغر و يساوي 50 مليون الدرهم. خمسة المليون يعني 50 ألف درهم إذا كانت خدافة كبر من 50 مليون الدرهم و يساوي أقل من مئتين مليون الدرهم. مئة وخمسة وعشرين ألف درهم إذا كانت خدافة كبر من مئتين مليون الدرهم و يساوي أقل من خمسة مليون الدرهم. و مئتين وخمسين ألف درهم إذا كانت خدافة كبر من خمسة مليون الدرهم. خمسة مليون الدرهم إذا كانت خدافة كبر منها فى هذه الحالة خلصوا خمسة وعشرين مليون كجزاء عن عدم القيام بالتصريح أو عدم القيام بأداء الغرامات المستحقة أو التأخر في أدائها. لكن واحد النقطة مهمة هو أنه عندما يكون التصريح ناقص أو غير كامل يعني أنت تقوم بتصريح ولكن سيكون سوى ناقص يعني ما صرحت بكم شيء سوى مكامش. ففي الحالة هذه كتطبق واحد الغرامة درهم عن كل فاتورة ناقصة أو متضاربة يعني أنه ديكتلاريتي شي فكتورة يعني واحد لوكليو أنت تتعمل معه ولا فكتور اللي متعلقة بها ديكتلاريتها كاملة ديكتلاريتها ناقصة. أو كان واحد تدارب في هذه الدكتلارات. ففي هذه الحالة هذه كتطبق هذه الغرامة على كل فاكتورة يعني كل فاكتورة. ليس على كل فاكتورة فيها واحد الإشكال في الدكتلارات.